بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الاعزاء في مقرر نستكمل معان شابتر 12 كيز اند كابلنجز وبنستكمل الدزاين الخاص بالفلانج كابلنجز اول خطوة عندنا الدزاين فور هاب الهب او الجزء اللي هو ده اللي احنا بنسميه زي السرة بالعربية الجزء ده محتاج ان انا احدد القطر بتاعه اللي هو دي كابتل فبفرضه ان هو بيساوي اتنين دي سمول يبقى دي كابتل يساوي اتنين دي سمول بعد الفرضية دي باختبر طبعا الاسترس الواقع عليه هنا بما ان فيه تورك هنا التورك احنا اقول له بيسبب تورشنال استرس وبما ان الجزء بتاع الهب ده مفرغ من الداخل يبقى هاخد العلاقة اللي هي بتحدد التاو او تورشنال استرس للعمود المفرغ ستة عشر في التورك على باي دي تكعيب دي كابتل تكعيب في واحد نقاس كي اصربعة حيث كيه نسبة القطر الاصغر الى الاكبر وبالتالي بعد الفرضية دي هتأكد من قيم التاو واقارنها بتاو ماكسموم اللي تتحملها الماتيريال اذا طلع قيم التاو هنا اقل من تاو ماكسموم يبقى الدزاين بتاعي سيف واذا طلع العكس في الحالة دي باضطر ان انا عدل في الديمينشن دي او بغير من الماتيريال خطوة اللي بعد كده اللي هي الدزاين بتاع الكي وده احنا تعرضنا له قبل كده في مقدمة هذا الشابتر ومش هنكرره مرة تانية خطوة اللي بعد كده اللي هو الدزاين بتاع الفلانج التي اف او القيمة بتاعة الثيكنس اللي هنا احنا قلنا ان تي اف هتساوي نص دي نص القطر بتاع العمود وهلاحظ هنا ان السماكة ده هيت في حالة وجود التورك ده هيسبب فورس على الجزء ده فهيعمل شير استرس هنا على الاريا دي الاريا ده هيت كما لو كانت مساحة سطحية الاستوانة خارجية قيمتها بتساوي ايه محيط الاستوانة اللي هو باي في القطر اللي هو قصاد دي بالزبط اللي هو دي كابتل في الارتفاع بتاع الاستوانة هنا اللي هو التي اف يبقى ده قيمة الاريا بتاعتي باي في الدي في التي اف والشير اللي واقع هنا نوع اللي هو بنسميه direct shear قيمته تاو بتساوي الفورس على الاريا حددنا قيمة الاريا الفورس هنا بتنتج من قيمة التورك اللي واقع عندي اللي هو ده بيساوي الفورس اللي هي دي ضرب دي على اثنين اللي هو نص القطر ده وبالطبع طبعا بعد الفرضية اللي انا فرطتها بطلع قيمة تاو بقارنها بتاو ماكسومم للماتيريا اللي انا بصنع منها النقطة اللي بعد كده الديزاين بتاع البولتس او المسامير دي البولتس اللي هنا بتتعرض الى نعيم من الاجهاد اول حاجة الشير سترس نتيجة حركة الجزء ده في الاتجاه ده ومقاومة الجزء في الاتجاه التاني هلا ان المقطع بتاع المصمر هنا بيتعرض الى الشير سترس قيمته بتساوي فورس على الاريا طيب الاريا هنا اللي هي مساحة مقطع المصمر اللي هي بتمثل الاريا بتاعت الشير باي على اربعة دي وان سكوير اللي هو قطر المصمر بالطبع لو في عندي عدد من المسامير لازم اضرب في ان حيث ان هنا النامبر اوف بولتس او عدد المسامير ده النوع الاولاني اللي هو الشير سترس على المصمر قيمة الفورس هنا بحسبها من التورك بس على القطر ده اللي هو دي كابتال وان يبقى الفورس التورك بيساوي الفورس في نص القطر اللي هو دي كابتال وان على اتنين النوع التاني من الاسترس اللي واقع على المصمر اللي هو الكراشنج استرس او اجهاد صحق نتيجة انه الفلانج دي محضنة على المصمر فبالتالي سطحين محملين على بعض يبقى سيجما كراشنج بتساوي الفورس على الاريا الفورس هنا هي نفس الفورس هنا هي نفس التحديد بتاعها من هنا مقسومة على الاريا بتاعت الكراشنج والاريا بتاعت الكراشنج تقريبيا البروجيكشن بتاع الاريا اللي هو قطر المصمر في سمك اللوح او سمك الفلانجة اللي هو التي اف ضرب ان حيث ان هو عدد المسامير اللي بتتعرض الى الكراشنج استرس بنكتفي بهذا القدر ونستكمل في الدرس القادم ان شاء الله اشتركوا في القناة